الان الاسكندرية وتوسعته منظمة الصحة العالمية ترحب بالنتائج الاولية لاستخدام عقار ديكسا ميثازون في علاج مصاب كورونا والصين تطالب الولايات المتحدة الامريكية برفع العقوبات الأحدية الجانب عن سوريا وإليكم التفاصيل عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة توجيهة الرئيس السيسي بشأن تطوير وتوسعة ميناء الأسكندرية وعشر مدبولي لأن هناك مخططا للتطوير والتوسعة عدت وزارة النقلة مضيفا أن المخطط يتطلب توفير أي أراضي تخص أي وزارة أو جهة لتطوير أهم ميناء مصرية حيث يتحكم في نحو 40% من البضائع الخاصة المحلية ومن جانبه توجه وزير النقل كامل الوزير بالشكر إلى الوزراء ومحافظة الأسكندرية على تعاونهم في توفير الأراضي المقترحة مشيرا أنه مستعد لتعويد أي جهة لديها أراضي بقطع أراضي أخرى تتبع الوزراء في نفس المنطقة من ناحية أخرى تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لتطوير مصنع سيماف في اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرنس وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على الاهتمام الذي توليه الدولة لتغطين صناعة عربات القطارات معتبرا أن هذا الملف على أجندة أولويات الحكومة في هذه الفترة لافتا أن الدولة تعمل حاليا على الاعتماد على المنتجات المحلية لتقليل فطورة الاستيراد كما شدد رئيس الوزراء في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون المنتج الوطني على قدر كبير من الجودة ولا يقل عن مثيله المستورد من الخارج وفق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع بقيمة أربعمائة مليون دولار لمساندة نظام التأمين الصحي الشامل بمصر وذكر بيان للبنك الدولي أن المشروع يساند جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وتعميمه بمحافظات المرحلة الأولى وتقديم حماية مالية مؤقتة للمواطنين الأولى بالرعاية في أنحاء البلاد من الانفاق من مالهم الخاص على تكلفة العلاج بسبب تفاشي فيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة أمس ارتفاع ضحايا فيروس كورونا بمصر إلى 1766 متوفة و47856 مصابا ووضحت الوزارة في بان لها أن عدد المتوفين ارتفع بعد تسجيل 94 حالة جديدة فيما زاد المصابون عقد تسجيل 1567 حالة مشيرة أن الأشخاص المتحولة نتائج تحليلهم من إيجابية إلى سلبية ارتفع عددهم إلى 14144 بينهم 12730 متعافيا خارجوا من مستشفية العزل والحجر الصحي سجلت الولايات المتحدة 18577 إصابة جديدة بفيروس كورونا و496 وفاة في 24 ساعة وأشرت الأحسائيات الوردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض أنه بتلك الحصيلة ارتفع إجمالية الإصابات بالفيروس في البلاد إلى ما يزيد على مليونين ومائة ألف إصابة فيما بلغ عدد الوفيات مائة وستة عشر ألفا ومائة وأربعين حالة أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل مائة وأربع وتسعين وفاة وسبعة ألاف وثمانمائة وثلاثة وأربعين إصابة جديدة بكورونا هذا وأكدت السلطات الصحية في روسيا أن إجمالية عدد الإصابات في البلاد ارتفع ليصل إلى خمسمائة وثلاثة وخمسين ألفا وثلاثمائة إصابة بينها سبعة ألاف وأربعمائة وثمانية وسبعون حالة وفاة رحبت منظمة الصحة العالمية بالنتائج الأولية لاستخدام دواء ديكسا ميثازون في علاج عدوى فيروس كورونا وصرحت المنظمة في بيان لها أنها ترحب بالنتائج الأولين للاختبارات السريرية التي أجريت في المملكة المتحدة وتظهر أن ديكسا ميثازون قد ينكذ حياة المصابين بحالات حارقة مشيرة أن اختبارات الدواء أظهرت أن هذا العلاج يخفض مستوى الوفاية بين المرضى المربوطين بأجهزة التنفس الاصطناعية في سياق آخر دع مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات أحدية الجانب عن سوريا بشكل ثوري وأضح المندوب الصيني خلال الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن أن سنوات الحصارة الاقتصادية تسببت بمصاعب هائلة للشعب السوري وأن المعناء الناتجة عن انخفاض قيمة العملة السورية وارتفاع أسعار السلع تثكل بشكل كبير كاهل المدنيين مضيفا أن ما يثير القلق أكثر هو أن الولايات المتحدة ستفرد جولات جديدة من العقوبات على سوريا ستؤدي إلى إعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حثت الولايات المتحدة الأمريكية كوريا الشمالية على الامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تؤدي إلى نتائج عكسية بعد تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين وصرح متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تؤيد جهود كوريا الجنوبية لتحسين علاقاتها بكوريا الشمالية وتدعو بيونج يونج إلى الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات العكسية ورياضيا يلتقي اليوم نابلي مع يوفينتوس في نهاية كأس إيطاليا في تمام التساعة مساء وتعتبر مباراة اليوم هي النهائية الأول بين الفريقين على لقب كأس إيطاليا منذ نهائي موسم 2011-2012 الذي حسمه فريق نابلي بثنائية نظيفة ويفتقد يوفينتوس في مباراة اليوم مدافعه جورجيو كيليني والمهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوين نتيجة لإصابتهما وفي المقابل يعود المدافع اليوناني كاستس مانولاس إلى قائمة نابولي بينما يفتقد خدمة الحارس الكولومبي ديفيد أوسبنا ليكون على الأرجح حارس مرمى الفريق هو الإيطالي ميرت حسم نادي بارن مينخ لقب الدوري الألماني لصلاحه وذلك بعد فوزه على نظره نادي فيردر بريمين بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين وبدأ بارن مينخ المباراة مسيطرا على أحداثها وحتى نهاية النصف الأول منها وسدد لعبه ثماني كرات منها ثلاثة على المرمى وسط استسلام من لعب فيردر بريمين في الخطة الهجومية وصلابة دفاعية بالنسبة لخط الدفاع وفي الشوطة الثاني حاول بارن مينخ الحفاظ على نتيجة من أجل حسم اللقب لصلاحه وهو ما نجح فيه رغم استكماله المباراة بدون لعبه ألفونسو ديفيز لترضه بعد الإنذار الثاني نهاية الجولة وإليكم تذكرة بهم ما جاء فيها من أنباء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتابع مخطط تطوير ميناء الأسكندرية وتوسعته منظمة الصحة العالمية ترحب بالنتائج الأولية لاستخدام عقار ديكسا ميثازون في علاج مصاب كورونا والصين تطالب الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات الأحادية في الجانب عن سوريا وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة إلى اللقاء في نشرة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة